مرحبا بكم عادة ما يقوم مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشراء بعض المنتجات من خلال صفحات الفيسبوك أو مواقع إلكترونية الألبسة السيارات الأواني المنزلية الأثاث إلى آخره ولكن لم نتوقع أن يستخدم نفس المواقع أو هذه المواقع لبيع وشراء الأطفال القصة بدأت عندما قامت هذه الصفحة على فيسبوك صفحة أطفال مفقودة قامت بالتنويه إلى أن هناك سوقا إلكترونية للتجارة بالأشخاص الصفحة هذه يتابعها نحو مليون وربع المليون وتعمل على نشر صور للأطفال المفقودين بهدف إعادتهم إلى ذويهم هذا الموقع يستخدم لبيع العديد من المنتجات وبيع العقارات وإعلانات وظائف ومنتجات أخرى لكن نجد هنا قسم مخصص للأطفال في قسم الأطفال أطفال وردع كما نرى عندما نضغط عليه نجد أن أناسا يبيعون مستلزمات الأطفال من بينها أيضا أشخاص يبيعون الأطفال أنفسهم فهنا مثلا إعلان عن تبني طفل وعندما نضغط على هذا الإعلان نجد الآتي يوجد طفل للتبني لمن حرمه الله من الإنجاب والعمر أربع سنوات مؤيد اسمه البشرة بيضاء للتواصل عن الرقم التالي أو عبر صفحة أطفال البيع على فيسبوك سعر الطفل هنا كان قد بلغ مئتي ألف جنيه ما يقدر بعشرة ألاف دولار قمنا بالبحث عن صفحة أطفال للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تحديدا لم نجد أثرا لها المجلس القومي للأمومة والطفولة بعد ذلك تقدم ببلاغ للنائب العام حول وجود تلك المواقع الإلكترونية لبيع الأطفال وقالت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أدل ممثلون مجلس القومي للطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة والإسكان بشهاداتهم في البلاغ الذي قدمه مجلس ضد موقع إلكتروني يروج لبيع الأطفال في مصر وأكملت تصريحاتها بأن مكتب المدعي العام أو النائب العام أصدر تعليماته بفحص وتعقب الموقع الإلكتروني محل البلاغ وفحص البيانات المسجلة به وتحديد عنوانه على الإنترنت ورقامه التعريفي وتاريخ إنشائه والدولة التي يبث منها قالت سلاف درويش عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري في تصريح لها الدستور والقانون يجرم الإجارة بالبشر هو عقوبة تلك الجريمة تصل إلى الإعدام الصفحات التي تعرض الأطفال للبيع تعطى إنذارا بالخطر وبث الفتنة بين الشعب أو هي تعطي إنذارا بالخطر وبث الفتنة بين الشعب لإعطاء صورة بأن الأسرة أصبحت تبيع أطفالها الأطفال أيضا تقول في تصريحاتها الأطفال ليسوا قطع غيار حتى يتم عرضهم على صفحات السوشيال ميديا لا يوجد أكثر وأحقر من بيع الأطفال وهذه ظاهرة في منتهى الخطورة في محاولة للحد من ظاهرة خطف الأطفال وبيعها موافق البرلمان مبدئيا الشهر الماضي على مشروع تعديل المادة 290 من قانون العقوبات والذي بمجبه يتم تغليض عقوبة خطف طفل أو أنثى للسجن المؤبد كانت العقوبة بين 13 سنوات ويحكم على فاعل هذه الجناية جناية الخطف بالإعدام إذا مقترنت هذه الجناية بمواقعة المخطوف أو هكتكي عرضه رانيا أحمد كتبت معلقة على تويتر وعلى هذا الخبر عن بيع الأطفال قائلة الناس اللي عايزة تشتري أطفال وتحرمت منهم أو لأي سبب تروح دار الأيتام وتتبنى طفل حسب يا الله ونعم الوكيل في كل اللي بيحرم أب أو أم من ولاده أي عبد الفتاح طبعا في شيء نفسي أفهمه ليه المحروم من الأطفال من الناس عديمي الضمير بيشتروا طفل مدام ممكن يتكفلوا بطفل وفوق ثواب عظيم كمان ولا يبقى في حسابات تانية تتساءل المغردة ينضب لي من القاهرة المحامي أحمد مصيرحي رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر مرحبا بك أستاذ أحمد أنت حقق في موضوع الويب وهذا الموقع الإلكتروني الذي اكتشفت أنه يبث من خارج مصر أو له مركز خارج مصر ما الذي حصلت عليه أيضا؟ الحقيقة بعد البلاغ الذي تقدم به مجلس قاومة الطفولة الأمومة إحنا كشبكة الدفاع عن الأطفال قدمنا بلاغ للنائب العام وقام سيادة النائب العام بتكليف فريق للتحقيق في هذا الموضوع وزارة الداخلية قطاع التكنولوجيا المعلومات تواصل إلى أن بداية بس أو بداية الطلبات لموقع موجود في هولندا موقع ده اسمه سوق العرب وده بداية الموضوع ثم بعد ذلك بعض صفحات الفيسبوك تبنت هذه الفكرة وعرضت بدأت تعرض زي هنا يباع الأطفال أو تعال حق حلمك عندنا ده صفحات الفيسبوك اللي تبنت على الموقع الأصلي الى اساس هولندا طيب بالنسبة لهذه التجارة هم يبيعون أطفالا مخطوفين أم أنهم يشترون أطفالا من آبائهم وأمهاتهم الحقيقة للأسف هتلاقي من ضمن العروض اللي تعرضت على الصفحات أحد الأمهات بتطلب بيع طفلها لعدم مقدرتها على الصرف عليه وطبعا يعني ده معناه أن هم بيقبلوا الأطفال وكمان بيبيعوا الأطفال هي شكل واضح جدا من أشكال المتجرة والمتجرة دي احنا عندنا قانون للإتجار بالبشر بما فيهم الأطفال طبعا قانون 64 لسنة 2010 اللي العقوبة تصل فيه إلى الإعدام لأن العقوبة هنا هتغلز لأنها تقع على طفل وبالتالي احنا عندنا قانون بيحمي الأطفال الحقيقة من الإتجار بيهم المتبيع والشراء إنما الموقع المأساوي هو ظهور أكثر من طلب كيف يمكن اكتشاف هذه العملية إذا كنا إلى هذه اللحظة رأيت مثلا وحدة كاتبة أنا عايزة تبنى طفل تجد عليها الكثير من الرسائل يضعون رقم هاتف يضعون موقع الكتروني يقول اتصل بيهم ما في مشكلة كيف يمكن الإقاع بهم من خلال الأضايا المختلفة وبرضو في الفترة اللي فاتت تأكدنا أن في سمسرة السمسرة دول بيبقوا موجودين ديهم مقرات زي المقاهي في أماكن شهيرة في الجيزة والقاهرة يعني مثلا في مدرية أمن الجيزة في شارع بالدقي تم القبض على مجموعة من السمسرة عند عرضهم لبيع وشراء بعض الأطفال يقدر سعر الطفل 150 ألف جنيه مصري لبعض الإخوة يبقى ده هنا ممكن يتم البيع والشراء عن طريق وسطاء والوسطاء دول بيبقوا موجودين في الشارع ويقدر يتواصلوا بشكله بآخر مجرد معرفة رقم التريفؤون المحامي أحمد ألمسي الحي رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر شكرا لك